أزمة الموانئ النفطية تشعل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد وتزيد التعقيد عقدة بل عقدة وفي خضم تلك التعقيدات تظهر دعوات لإجراء جولة جديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين تصدر تلك الدعوات المجلس الأعلى للدولة الذي أبدى في بيان له استعداده لإجراء حوار جاد وشفاف وبناء مع مجلس النواب والشروع في تشكيل اللجان التي نص عليه اتفاق الصخيرات دون مزيد من المماطلات بيان الأعلى للدولة جاء على خلفية مبادرة قدمت من أكثر من خمسين عضوا بمجلس النواب نصت على تسليم حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة وطنية للنفط موحدة بمجلس إدارة جديد تمارس أعمالها من بنغازي مع استمرار عمل المؤسسة بطرابلس وفق الآلية المتبعة بيان الأعلى أوضح أيضا أن العلاقة بين مجلسي النواب والدولة محددة في اتفاق الصخيرات بأحكام وآليات واضحة من شأنها إنهاء حالة الانقسام السياسي وتحييد مؤسسات الدولة وتمهيد الطريق لتنفيذ أهم الاستحقاقات المتمثلة في الاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية انتخابات وقوانين تعذر البت فيها تارة بسبب صراعات إقليمية ودولية على النفوذ الليبي وواقع البلاد وتارة إلى انشغال رئيس مجلس النواب عقيل صالح بمناسبة اجتماعية بحسب ما ذكره النائب فرج بوهاشم فهل سينجح الشركاء المتخاصمون في إيجاد حل لأحد العقد المتتالية وإخراج البلاد من نفق مظلم إلى آخر مضيء على أقل تقدير أم أن التحديات الراهنة ستكون أكبر ذاك ما ستكشف عنه الأيام القادمة